يا مساء الخير و أهلاً و سهلاً بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضرتكم عنوانها بريتوريا القاهرة سانداونز الأهلي والأهلي سانداونز وما بين المباراتين أنا عارف أن في كلام كتير وفيها علامات استفهام كتير جداً عند جماهير نادي الأهلي ولكن خلاني نبدأ كده بتصور أو بتخيل نمشي مع بعض واحدة واحدة أنا عارف أن كتير من جماهير نادي الأهلي زعلانة مزعلانة عشان النتيجة بقدمة هي زعلانة على مستوى أو شكل النادي الأهلي اللي ظهر به أثناء المواجهة الأولى في بريتوريا ولكن تخيل أنك أنت ما شفتش المباراة نفترض يعني أنك أنت ما تبعتش المباراة وبعد المطش المخلص بتسأل الأهلي عامل إيه فقال لك الأهلي خسر بالنتيجة واحدة سفر والله يعنديش شك أن فيه ناس كتير جداً هتقول تمام قدام سانداونز على أرضه وفي ملعابه وفي وسجمهوره والأهلي يخسر واحدة سفر طبيعي جداً نتيجة منطقية جداً والأهلي قادر على التعويض طيب تعاني تخيل حاجة تانية أنه مثلاً 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 يعني أنه الكرة اللي جات لمنعم وانفراد تقريباً شبه كامل بمرمى ويليامس حارس مرمى سانداونز كان جات جون وانتهت المباراة بنتيجة واحد واحد كان كل الناس هتقولك على مرسل كولر عبقاري وعمل نتيجة رائعة وعمل اللي مطلوب منه وحقق الهدف وحط التكتك المناسب واللعيبة قدت ده لو كانت نتيجة خلصت واحد واحد طب ما بالك بقى لو التحكيم الفاجر منظومة التحكيم الفاجر بتاعت أفريقيا اللي كل مباراة لها كارثة وإحنا بنتكلم على مطش أو على بطولة للانتحاد الأفريقي بيقول أنه الهدف منها تطوير الكرة في أفريقيا الكرة في أفريقيا مش هتتطور أبداً ومش هتتحرك خطوة واحدة لقدام طول ما هذا المستوى من التحكيم هو اللي بيحكم أمور القارة مدفوع بقى مش مدفوع فاسد مش فاسد مش قصتي يعني سواء كان فساد أو كان فشل وجهل النتيجة واحدة في النهاية لما كل مباراة تبقى فيه ضيحة تحكمية للنادي الأهلي بالشكل ده مش عارف أقول إيه بصراحة ولكن يبدو أنه متسبي أو عزبة اتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بمتسبي مش ممكن أبداً اتزعى الرئيس الاتحاد وبطل ده مش بطل بلده ده النادي بتاعه بيلعب فبطولة أفريقيا إزاي يحسب عليه ضربة جزاء ما بقى بقى عزيزي المشاهد الأهلاوي وانت بتتبع كده لو كانت ركت الجزاء دي كمانت حسبت وكانت انتهت النتيجة بنتيجة اثنين واحد كان ممكن يكون إيه السيناريو وكان ممكن يتقال إيه على مارسل كولر أنا لا مع مارسل كولر ولا ضده أنا بتكلم مع جمهور نادي الأهلي وبصراحة يعني لو بتسألني على الرأي الشخصي هي واحدة من أسوأ مطشط مارسل كولر مش عشان النتيجة بالعكس يمكن لو كنا لعبنا بشكل أفضل من كده وخسرنا المباراة ما كانش حد يباز علان يعني الوقت اللي دايما بيحس الجمهور فيه انه الفرقة كجهاز فني وكلعيبة عملت اللي عليها أو عملت اللي مطلوب منها أو عملت أقسم عندها من جهد وربنا ما وفقش في النتيجة ما حدش بيزعل خالص وعارفين تماما وعندنا يقين تام انه الأهلي مش يفضل يكسب طول الوقت والأهلي ما ينفعش ياخد كل الألقاب وكل البطولات لكن المطلوب ان احنا نعمل اللي علينا هل عملنا اللي علينا في مطش بريتوريا اعتقد انه الإجابة لأ وفيه علامات استفهام كتير جدا يمكن على مستوى عدد كبير من اللعيبة بما فيهم النجوم ويمكن العنوان الرئيسي انه المطش اللي جاي بتهيألي يعني انه الفرصة متاحة أمام الجميع الفرصة متاحة أمام الجميع أنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا ثقة كبيرة جدا في فرقتنا ومطش الأربع تحديدا ثقة كبيرة جدا 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 في جمهور الأهلي الوحوش اللي هيروحوا لستاد يعني بشوف انه ان شاء الله بإذن الله لو تخطينا العقبة دي هو دايما فيه مطب في كل سيزن يعني مطب مطش بره السياق لكل جواد كبوة مطش الدنيا تقوم ما بتعودش وبعد المطش ده بتكون الانطلاق فأتمنى انه المطش بتاع بريتوليا يكون هو المطش ده أتمنى انه المطش بتاع بريتوليا يكون المطش ده رهاني كبير جدا وبإذن الله ان شاء الله احنا بنتكلم في 48 ساعة 48 ساعة ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني ان شاء الله نبرك على الأهلي التأهل لنهائي الأفريكا ليج لكن عشان ده يحصل فيه كلام كتير وفيه شغل اكتر لازم يحصل والاهم ان احنا نقف على اخطاء هل اللي حصل فيه مطش سانداونز يتحملوا كولر بنسبة كاملة اعتقد انه من الظلم ان احنا نقول الكلام ده هل فيه لعيبة مظهرتش بمستوها بالتأكيد هل فيه لعيبة كان لها اخطاء مؤسرة وفاداحة اكيد طبعا لكن مهم جدا انك في ال 48 ساعة دول تصحح من اوضاعك وتعترف باخطاءك وتشتغل عليها عشان تكون جاهز لموقعها انا بشوفها انها النهائي المبكر الفريق اللي هيكسب من الاهلي و سانداونز فرصه او حظوظه في الوصول للقب كبيرة جدا انا باعت فرق تعترجي و الوداد و الفرقتين كويسين لكن مش هما اللي تقدر تقول عليهم ينفسوا الاهلي او ينفسوا سانداونز يعني حقيقي الاهلي و سانداونز هما القوة العظمى في افريقيا حاليا صحيح مبارح الوداد قدر يكسب هادي هفتقدر تقول عليه بالصدفة لواحد من افضل لعيبي الوداد شام بوصفيان لكن في النهاية الفرقتين قريبين امين بعض الترجي عمل على فاكرة مناسبة جيم كبير رغم انه في مرحلة احلال وتجديد يعني فيه لعيبة كتير جدا صغيرة انا اول مرة اسمع اسمها واشوفها في الترجي لكن في النهاية انا بشوف اللاهتة هل من الاهلي و سانداونز فرصه هتكون اكبر في الفوس باللقب ما لم يكن للجنة الحكام في الاتحاد الافريقي او للاتحاد الافريقي نفسه كلمة تانية يعني كل شيء وارد الحقيقة كل شيء اصبح وارد وبشكل كبير جدا